اشتركوا في القناة وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي توتق عملية الشغب بين بعض المحسوبين على الجماهير الودادية والرجوية في مشهد بات مألوف رؤيته بعد كل ديربي وتدخلت سلطات الامنية لاعادة الهدوء وضبط العناصر المحدثة للشغب حيث رصدت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المحسوبين على انصار الناديين بمحيط المركب الرياضي انخرطوا في اشتباكات فيما بينهم بعد نهاية اللقاء وعادت الجماهير الودادية والرجوية لمدرجات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بعدما غابت عن الديربي لمدة ستة مباريات منها خمسة بالبطولة وواحدة بكأس العرش يشار الى ان اخر ديربي لعب بحضور جماهير الفريقين يعود لتاريخ 22 دجمبر 2019 وانتهى انذاك بفوز الرجاء بهدف نظيف حيث غابت بعد ذلك الجماهير لاسباب مختلفة وكانت دوما مرتبطة بانتشار فيروس كورونا او توقيفات من قبل اللجنة المركزية لتأذيب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نال لاعب الوداد الرياضي الجزائري الحسين بن عيادة لاعتراف من جماهير الوداد الرياضي نظيرا لأدائه في الديربي وكشفت ادارة فريق الوداد الرياضي عبر الحساب الرسمي للفريق التويتر عن اختيار بن عيادة افضل لاعب في المباراة ثم ارفقت ادارة الوداد الرياضي في تغريدة لها في تويتر صورة لللاعب الجزائري وصفة اياه بالشبح الجزائري ويأتي هذا نظير المساهمة الكبيرة لبن عيادة في فوز فريق الوداد الرياضي بالديربي الذي جمعهم بالرجاء الرياضي بنتيجة هدفين لوحد وكان لحسين بن عيادة دور كبير في إنقاذ فريق الوداد الرياضي من هدف محقق إثر خروج الحارس أحمد ريدا تقنوتي وأنقذ أنذاك بن عيادة هدف محقق لفريق الرجاء الرياضي برأسها قال مصطفى بيدودان لاعب فريق الوداد والرجاء السابق إن الجمهور كان نجم الديربي البيضاوي الذي أقيم يوم الأحد وانتصر الوداد على غريمه الرجاء بهدفين لواحد في إطار الجولة السادسة من الدور المغربي وأضاف بيدودان في تصريحات لراديو مارس لعبوا خط وسط الوداد الرياضي كانوا أكترى فاعلية وصنعوا التوازن المطلوب وتابع لاعبوا الوداد تحركوا كثيرا داخل الملعب على غرار جبران والجعدي والحسوني رغم أن الأخير لم يكن في مستواها ونوها مندير الكبير المدير الفني للرجاء تأخر في تغييرات خاصة وأن بعض اللاعبين لم يكنوا في مستواهم وكان يجب خروجهم مبكرا وشدد العموتة تعامل بذكاء مع الديربي البيضاوي وكانت تغييراته جيدة وتعامل بهدوء مع المباراة مثل لعبيه وأتم لعبوا الرجاء سقطوا في فخ العصبية أثناء الديربي قال عبدواحد شامي الدول المغربي السابق إن فريق الوداد الرياضي عرف كيف يحسم الديربي لصالحه بفوزه على الرجاء بهدفين لواحد وأكد في تصريح لقناة الرياضية العشر دقائق الأولى كانت للوداد لكن بعد ذلك انقلبت السيطرة للرجاء لنصف ساعة كان بإمكانه أن يسجل لكن كثرة التوقفات كانت تكسر إقاعها وتابع الرجاء على العموم كان أفضل في النصف الأخير من الشوطة الأول ونجح في الحد من خطورة جبران والحسوني وكان الوداد ملزما باللجوء لقوته وهي الكرات التابتة أضاف الكبير تأخر في تغيير مايي وإشراك بن جديدة لأنه أفضل من مايي الذي تغيب عنه النجاعة الهجومية وختم أنا أعاتب منذر الكبير فقط على مستوى تأخري في التغييرات غير ذلك فإن الرجاء قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم تستعيد اللجنة التأذيبية تابعة للجامعة الملكية المغربية للكشف العقوبات المتعلقة بالجول السديسة من البطولة التي اختتمت مساء يوم الأحد بلقاء الديربي بين الوداد والرجاء وانتصر الوداد في اللقاء بهدفين لواحد وكانت جماهير الفريقين قد تسببت في توقيف المباراة لخمس مرات متتالية مما اضطر الحكم الدولي سمير القزاز لإضافة نحو خمسة عشر دقيقة وقالت مصادر مطلعة يوم الاثنين إن حجم الغرامات ستتجاوز عشر ألاف دولار لكل فريق بسبب مشاهد الشهوب النارية المتكررة بالإضافة للعقوبات متعلقة بحالات الإنضارات وبيّن المصدر ذاته أن لجنة تأديبية ستصدر قراراتها يوم التلتاء وسبق وأنعاقب الاتحاد الأفريقي لكلة قدم الكهف فريق الوداد والرجاء بسبب استخدام جماهير الوداد والرجاء للشماريخ في دوري الأفضل واضطر الرجاء الرياضي لاستقبال نيجليك بطل نيجر في إياب الدور 32 من البطولة القارية من دون جمهور في الدار البيضاء للسبب ذاته بلغت مداخيل مباراة الوداد الرياضي ضد الرجاء الرياضي في الديربي البيضاوي رقم 132 مليون سنسيم وهي مباليغ أو مداخيل وصفت بالقياسية وحقق الوداد من هذه المباراة 302 مليون سنسيم بعدما تم بيع 29 ألف تذكرة خاصة بالمدرجات العادية التي حدد تمنها في 500 درهم وتمن آلاف وخمسمائة تذكرة للمدرجات المغطاة البالغ تمنها 150 درهم و600 تذكرة من فئة 500 درهم يشار إلى أن مباراة الديربي البيضاوي يوم الأحد انتهت بفوز الوداد الرياضي بهدفين لهدف واحد على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء استأنف الدول الليبي مؤيد اللافي تداريبها رفقة الوداد الرياضي بعد غياب طويل على الميادين عقب إزرائه عملية جراحية في إسبانيا وشاهدت الحصة التدريبية التي أزرها الفريق الأحمر بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء مشاركة اللافي في التداريب وأزرى اللاعب المذكور تداريب بشكل فردي إذا قام بحصة الجري في أفق العودة للتداريب الجماعية مستقبلاً واستأنف مؤيد اللافي التداريب بشكل انفراضي وفق برنامج طبي خاص غير أنه لن يكون جاهزاً حالياً للمشاركة رفقة الوداد وكان اللافي قد تعرض لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت نديه الوداد الرياضي بالجيش الملكي برسم الدور الاحترافي الماضي وخضع لعملية جراحية بإسبانيا يتجه الوداد للمشاركة في بطولة ودية مرتقبة خلال توقف الدول القادم على هامش الاستعدادات لاستئناف الاستحقاقات عقب كأس العالم قطر 2022 وأعلن مدرب الوداد الحسين عموتة في الندوة الصحفية التي تلت مباراة الديربي أمام الرجاء عن إمكانية مشاركة وداد في دور دول ودي بالكويت خلال توقف الدول المرتقب على هامش معسكر الفريق الهادف إلى تهيئ المجموعة الودادية لقادم المنافسات التي ستستأنف بعد المونديال وأكد عموتة أنه تم وضع استراتيجية عمل تقضي على تحسين أداء الفريق مستقبلاً اعتماداً على توقف الدول القادم الخاص بالمونديال قطر والذي سيتم استغلاله وأثار إلى أن الوداد الرياضي في تطور بشكل ملحوظ مقارنة بانطلاق الموثم الحالي مشدداً على أن هامش تحسن لا يزال كبير ومن المرتقب أن يتحسن الفريق أكثر مع مرور الوقت ونجح الوداد الرياضي في حسم الديربي لصالحه بهدفين لوحد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد لحساب الجولة السادسة من البطولة ترجمة نانسي قنقر